شهدت مملكة البحرين اليوم إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والتي تقدم رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية وجاء إطلاق الوثيقة خلال مؤتمر عقد تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي برعاية من سمو الشيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وبتنظيم من البرلمان العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية ونخبة من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية والعربية والخليجية المعنية بشؤون الثقافة والتعليم وعكس إطلاق الوثيقة من مملكة البحرين ما تحظى به تجرباتها الرائدة في مجال تطوير التعليم من إشادة وتقدير عربي ودولي في ضوء ما حققته من إنجازات تعليمية مشرفة ونقلة نوعية غير مسبوقة أكدتها العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة وهو ما جعل منها البوابة التي تنطلق منها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي وقد أكدت الوثيقة بأن التعليم هو أحد أهم أسس الأمن القومي العربي والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة وتوطين التكنولوجيا من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوظيف الفعال لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومواكبة متطلبات العصر الرقمي وتعزيز الاهتمام بتطوير التعليم الفني والمهني وربط مخرجاته بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلي والدولي بما يسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة وتقدم الوثيقة مجموعة من الأسس الاسترشادية في مجال تطوير التعليم والتي يتولى البرلمان العربي بالتنسيق مع وزراء التعليم في الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليسكو مراجعتها وتحديث الأحكام الواردة فيها في مدة أقصى عشر سنوات وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة تغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وحب العمل والشعور بالمسؤولية والإخلاص للوطن بما يسهم في تحقيق التنمية والتقدم والنهضة والرقي وتستند الوثيقة إلى عدد من الأهداف والمبادئ العامة للعملية التعليمية في العالم العربي أبرزها المحافظة على القيم الدينية والهوية الثقافية والحضارية والحضارة العربية والانفتاح الواعي على المنجزات والمكاسب الحضارية العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وضعات العمل الحيوية وقطاع التعليم على وجه التحديد لتستهدف نبل رسالته القيمة والمتمثلة بنشر العلم وتوسيع نطاق تأثيره الإيجابي على الباب الشباب العربي أطل مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي بفصولها الثلاثة تحت شعار البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي والذي ينظمه البرلمان العربي بجهوده المشتركة مع مجموعة من الشركاء رفيعي المستوى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بهدف الوقوف على أبرز الأدوات والخطط الهادفة والرامية إلى إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة في جميع مراحله يتماشى مع التغيرات العالمية تم مناقشة هذه الوثيقة من خلال وزارة التربية في الدول العربية بعد أن قامت الجهات المختصة في البرلمان العربي بتقديمها واستشارت فيها العديد من مؤسسات العربية على هذا الصعيد واليوم مملكة البحرين وهي تستضيف مثل هذا اللقاء السياسي التربوي لا تؤكد أنه يسير في اتجاه الصحيح الذي تسير عليه مملكة البحرين وهذا نهجها دائما اليوم ندشن هذه الوثيقة وتكون انطلاقتها من مملكة البحرين هذه البلد التي يشهد الجميع لها بالعطاء والحس العربي لتعزيز أي تعامل مشترك على هذا الصعيد ضموا هذا المؤتمر التعليمي العربي وإطلاقوا فعالياته القيمة من على أرض البحرين يأتي عن جدارة تامة تستحقها المملكة نتيجة الدعم اللامحدود الذي يحظى به مجال التعليم فيها من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وباهتمام مستمر من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باعتباره ركيزة أساسية تحتل حيزا وافيا بين ربوع التنمية الوطنية المستدامة حرص أن تكون مملكة البحرين هي نقطة انطلاق هذه الوثيقة لما مملكة البحرين من بعد كبير في تطوير التعليم خاصة توجيهات الملكية دائما تحرص على تطوير التعليم ولجلالة الملك أدت مبادرات مهمة مثل مدارس المستقبل وكثير من المبادرات التي أصبحت الآن تصل إلى مستوى العالمي لذلك حرص نحن كبرلمان عربي أن تكون بلد الانطلاق وتكون بلد لديها تجربة رائدة في مجال التعليم وتطوير التعليم بالتأكيد التعليم يعتبر مرتكز أساسي لتطور الدول وتنهوض الشعوب وتقدم الأمم وفي أي مجتمع متى ما نجح التعليم حتما سيكون نجاحات أخرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية وغيرها اليوم هذه الوثيقة هي تضع الخطوط العريضة لبرامج تطوير التعليم سواء في منها ما يتعلق بتطوير مكوناتها الرئيسة من برامج إعداد المعلم وتأهيله وتطويره وأعداده وكذلك تطوير المناهج الدراسية وتطوير الأدوات والأساليب ونظوم الاختبارات التاريخ متأصل والحضارة متأصلة في مملكة البحرين غير مستبعد عليها أن تطلق هكذا وثيقة فهذا مرتبط بتاريخه بإرثها التاريخي والحضاري مرتبط بتوجهات جلالة ملك البحرين وحكومة البحرين ولطالما كان وما يزال التعليم عماد التقدم في بناء الشخصية العربية من خلال أنظمة تعليمية جديرة بالثقة في إخراج جيل عربي متعلم ومدرك للتقدم العلمي الحاصل وقادر على مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الأمة العربية على الأسعدة كافة في إعداد وثيقة تطوير التعليم رؤية شاملة تستكشف مواطن الصواب الممهد لتطوير المنظومة التعليمية في العالم العربي بما يتواكب مع التغيرات الثقافية والتطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتية ومتغيرات وظائف المستقبل لتلفزيون البحرين أحمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر